من أعظم مركزيات الدين ده مركزية العبودية وأقصد بالمركزية هي المواضيع العظيمة الكبيرة المهمة اللي ربنا سبحانه وتعالى جعل لها مساحة كبيرة في القرآن وجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم مساحة كبيرة في السنة مركزية العبودية هي أهم المركزيات التي من أجلها أرسل الله سبحانه وتعالى الأنبياء والمرسلين فكم من أوائل ما يدعو إليه كل نبي وكل رسول أمته مركزية العبودية قال الله سبحانه وتعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال يقومي عبود الله أول مركزية اتكلم بها نبي اللهود كانت هذه المركزية قال الله عز وجل وإلى ثمود أخاهم صالحة قال يقومي عبود الله وكذا نبي الله صالح قال تعالى وإلى مدينة أخاهم شعيب قال يقومي عبود الله وكذلك نبي الله شعيب بل ما أرسل الله عز وجل في أمة من رسول ولا نبي إلا كان من أوائل ما يدعو إليه النبي قومه أن اعبود الله ما لكم من إله غيره يبقى إذن دي أهم المركزيات ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان من أوائل المركزيات التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم هو إخلاص العبودية لله سبحانه وتعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين ده أمر ربنا للنبي ودي رسالة النبي اللي نقالها النبي صلى الله عليه وسلم نؤمته علشان كده بقول لكم دايما الوصول إلى الله سبحانه وتعالى إنما يكون عن طريق هذه العبودية وبدأنا مع بعض هذه السلسلة المباركة سلسلة قواعد العبودية عرفنا من خلالها في حلقتين كمين ما هي القواعد المتعلقة بالمعينات على العبودية إيه الأشياء التي تعني أن أنا أكون عبدي لله سبحانه وتعالى واتكلمنا بعد كده على قواعد متعلقة بأداء العبودية لله عز وجل متعلقة بأداء العبادة والنهاردة هنتكلم على حزم أخرى من القواعد المتعلقة بالعبادة وهي المثبتات والموانع عن العبودية في كتير من الأوقات الإنسان بيعتري بعض الأشياء اللي بتمنعه بالفعل أنه يكون عبد لله سبحانه وتعالى أو يؤدي العبادات لله سبحانه وتعالى وهنا الناس بتسأل إحنا عندنا مثبتات وعندنا موانع بتمنعنا عن العبادة نعمل إيه هنحاول بقدر المستطاع كده أن نقف مع هذه المثبتات ونعرف بسرعة علاجها إيه أول مثبت أو أول مانع من موانع العبودية لله سبحانه وتعالى هو الشيطان الرجيم فالشيطان من الأسباب الكبيرة جداً اللي تمنع الإنسان أو تعيق الإنسان عن العبودية لله سبحانه وتعالى والإنسان منه إن ما كانش هيعرف إزاي يتعامل مع هذا الشيطان هيفضل طول عمره مكسل عن طاعة الله سبحانه وتعالى فالشيطان له أسليب كثيرة يستطيع من خلالها صد الإنسان عن العبودية لله عز وجل كما قال الله عز وجل في أكثر من آية وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل فصدهم عن السبيل دي كثير في القرآن علشان يتضح لنا إن من أكثر الأشياء اللي بتصدع العباد عن العباد وتصدع عن العمل الصالح وتصدع عن تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى الشيطان والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن له بيّن ده في كثير جداً من حديثه صلى الله عليه وسلم كما قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قاعد لابن آدم بجميع أطرقه فلازم تكون فاهم علشان تأد عبودية لله عز وجل فلن تطرق باب من أبواب العبودية إلا وتجد عليه شيطان هيحاول بقدم مستحي يمنعك عن هذه العبودية فقاعد له في طريق الإسلام فقال تسلم وتذر دينك ودين آبائك ودين أجدادك فعصاه فأسلم سابه لا ثم قاعد له في طريق الهجرة قال تهاجر وتدع أرضك وسمائك فعصاه فهاجر يسكت الشيطان لا ثم قاعد له في طريق الجهاد قال تجاهد ثم تقتل وتتنكح المرأة ويهتم الأولاد فعصاه فجاهد فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح لنا في الحديث ده إن أكتر مانع من الموانع وأكتر ما يصد الإنسان عن تحقيق العبودية لله عز وجل هو هذا الشيطان